السلام عليكم ويسعد مساكني بكل خير أنا الدكتورة هنا الرحال واليوم عم نجتمع من جديد بطب الأسنان مباشر بنسخته الثامنة لحتى نحكي مع بعض عن كل شي جديد وحده بهذا التخصص طب الأسنان مباشر بلشت رحلتي معه من سنين جامعتي الأولى لما كان مصدر كتير مهم وكتير أساسي لحتى إسري معلوماتي ووسع معرفتي بالتخصص واليوم هيتاني مشاركة لإلي بعد مشاركتي الأولى لما كنت بسنة رابعة بحب أشكر دكتور مازان دوماني على الدعوة الكريمة لحتى شارك بالمؤتمر وهاي الدعوة كتير بتعنيلي وكتير عزيزة على قلبي الله يقدرنا يا رب ونقدم كل شي منيح وكل شي حلو ويكون على أتم وجه إذا بدي أحكي عن حالي فبحب أقول إني إنساني ممتنة ممتنة لكل شي حلو والله ساعدني لحتى أوصل لإله واحد من هاي الشغلات الحلوة هو تخرجي بشهر سبعة الماضي وبمتنة كمان لأنه في عندي عائلة داعمة ساعدتني لأوصل لكل شي أنا وصلت له بعد توفيق رب العالمين طيب محاضرتنا لليوم رح تكون عن الريستوريشن افروتفيل تيث وسبسيفيكلي رح نحكي عن نيو كلاسيفيكيشن ان جايدنس فعليا موضوع الريستوريشن افروتفيل تيث هم هو موضوع مختلف عليه ويعتبر تحدي للعديد من الأطباء لأنه فيه رينج واسع من الآراء وفيه اختلاف يعني بالآراء يعني جاية من الدينتستس والساينتستس وهذا بيخلي هذا القرار يكون شوي صعب لحتى نختار أو نوصل للموضوع الريستوريشن فبهاي المحاضرة انا يعني كان مرجعي الاساسي هو اه جرسمن بوك بنسخته الاربطاش وعدد من الارتكيلز حطيتهم تحت اخر شي بالريفرنسز اه رح ميدلي نركز على يعني عدد من الكلاسيفيكيشن والقايدنس لحتى نقدر نتبعهم ونختار احسن ريستوريشن للروتفيلد تيث طيب بدنا نبلش محاضرتنا بانه نسأل سؤالا السؤال الاول هو وين امتى نحنا منبلش نبحث او نقرر شو نوع الفاينال ريستوريشن اللي بدنا نحطها للروت كنال تريت التيث ايديالي الفاينال ريستوريشن شود بي بلاند بفور الروت كنال تريتمنت اسبقين يعني من البداية نحنا منيجي بنعمل اسسيسمنت للرستورابيليتي اف دوث ومندور على الموست افرابيات اه ريستوريشن وممكن نعدل على هالي يعني الخطة او على خطة المعالجة اثناء سير المعالجة بس ايديالي لازم من البداية نحنا نكون حق يكون عنا متل تصور لنوع الرستوريشن اللي بدنا نستعمله السؤال الثاني هو واي ليش نحنا مضطرين نحط فاينال رستوريشن بعد الاندودنتيك تريتمنت متل ما بنعرف انه الاسنان المسحوب عصبة او المعالجة لبيا هي عبارة عن اسنان يعني بتواجه كتير تحديات وإلى خصوصية بتميزة عن الاسنان الحية سابقا كانوا يعتقدوا انه الروت كنال تريتمنت بيعمل ديهايدريشن للدنتين وديقرديشن للكولاجين وبالتالي هذا الشي هو اللي فعليا بيخلي السن المسحوب عصبه سن ضعيف اليوم نحنا ما عدنا نحط اعتبار لهذا الحكي ويعني بعد ما عملوا الدراسات وتوصلوا انه السن المسحوب عصبه هو سن ضعيف لانه هو بيخسر تيشوز بيخسر كورونا وكمان روت هاد الشي بيخلي السن ضعيف تخيلوا معي انه اللص اف ون مارجينال ريج بيساهم بيعني بانه السن يخسر كمية كتير كبيرة من قوته واذا بدنا نحكي عن الميزي الوكولوزال ديستال كافيتي الام او دي كافيتي فالبريباريشن لهذا النوع من الكافيتي بيساهم بانه السن يخسر الستفنس باي مور دان سكستي برسنت فما بالكن لما غير الام او دي كافيتي نحنا مثلا يكون في عنا اكسس كافيتي وكمان البربريباريشن اللي بيصير بالروت أثناء المعالجة اللبية نهايك السن بيصير ضعيف وبيصير معرض اكتر انه يخسر تيشوز اكتر مستقبلا وهو قردي اصلا بدى يكون خسران كتير تيشوز بسبب نفس ما قلنا يعني الكاريز او حتى مثلا التراوما او الريستوريتف بروسيجر والإندودونتك اكسس كافيتي بريباريشن فنتيجة لهذا الشيء لازم نحط ريستوريشن تحافز على يعني التيشوز اللي بقيانين عندي وتبنعون من التدهور اكتر واكتر فاذن نحنا بالريستوريشن تبعيتنا ويامتوا انه يعني نرجع الفونكشن وكمان نعطي لبيشن تستيك منيحة اوكي خصوصا على الاسنان الامامية والشيء الثالث والمهم كتير هو انه نحافز على الستركتشرا الانتجريتي سواء لليونت اللي هي التوث اللي المسحو بعصبه او المعالج لبيان او حتى المستيكتري اپاريتس بشكل كامل لانه هذا يعني تغير هاي اليونت الوحدة اوكي بتساهم او بتأثر على كامل المستيكتري سيستم بدءا من التي ام جي مرورا بالمسلز ومرورا بباقي الاسنان اوكي ولما نحكي كمان عن الستركتشرا الانتجريتي نحنا مو بس عم نحكي عن الهارت تيشوز عن الدنتن والانامل والروت والسمنتم وكل هدول نحنا كمان عم نحكي عن البيريو دنتل تيشوز فمسلا لازم نحنا ندير بالنا ونتأكد انه المارجن تبعت الرستوريشن تبعتنا على الاقل بعيدة 3 الى 4 مليمتر من الالفيولار كريست ونتأكد انه هي مانا عاملة يعني تعدي على البيولوجيكال ويت لانه هذا الشي رح يقدي لنا لبيريو دنتل بريكداون فكل هدول الفاكتورز بدنا ناخدهم بعين الاعتبار وبدنا يعني نسعى لحتى نعطي للبيشن the most appropriate function aesthetic and structural integrity طيب في عندي فاكتورز مهمين كتير لحتى يعني ناخدهم بعين الاعتبار in selecting restorative approach اول فاكتور واهم فاكتور هو الفيرل افكت اطلعوا اول شي بالبداية اذا بدنا نحكي شو يعني كلمة فيرل الفيرل باللغة اللاتينية بتعني الاسوارة وباللغة العربية بيعني السوار العاجي فاذن هو عبارة عن band of extra coronal material هي مثل اسوارة للاكسترا coronal material at the cervical margin of the crown preparation that encompasses the tooth and provides resistance form to the tooth ولما بنحكي resistance نحنا مادلي عم نركز كيف انه الفيرل بيقلل او بيزيد سوري بيزيد الريزستنس للفيرتكال tape root fracture وبالتالي هاد الشي بيزيد يزيد تابعة точки اااااい ا ... اطلعوا معي هون على هدول الصورتين براي كان الصورة اللى عليصار هل هادا الفيرل كافى؟ الجواب طبعا لا الفيرل لحتى يكون كافى مثل الصورة اللى عليكم لازم يكون على الأقل من 1.5 إلى 2 مليمتر خصوصا على اللابيل واللينج والسايدز وإذا بدنا يعني نخصص أكتر فأنا بهمني مثلا بالمجزلري انسايزرز يكون في عندي لونجر فيرل بالبلتال أسبكت وبالمانديبلر انسايزرز يكون في عندي لونجر فيرل على اللابيل أسبكت طب شمش عن الميزل والديستل سايدز؟ ممكن نقبل 1 مليمتر فيرل بسبب انه هون على الميزل والديستل أنا ما في عندي يعني أكلوز الفورسز أو استرس عالي كتير فممكن نقبل 1.5 إلى 2 مليمتر أو صري فممكن نقبل على الأقل 1 مليمتر ميزل وديستل فهذا المنم فيرل المقبول عندي بالأسنان طب شمش عن الفيرل ثيكنس؟ الفيرل ثيكنس منيمالي بدي يكون 1 مليمتر كرمال يساهم بالفراكشور رزيستنس للتوث فهذا أول عامل اللي هو الفيرل افكت في عندي أداة تانية كمان يعني مهمة بالأسسمنت ومهمة بالسليكتنج بتساعدني يعني باختيار الرستوريتيب أبروتش المناسب اللي هو النمبر أوف ريمينينج وولز الأسنان اللي إليه أكتر من 2 ريمينينج وولز والثيكنس طبعهم 2 مليمتر أو أكتر هنا الأسنان السيرفايفل ريت طبعهم بيكون أعلى من الأسنان اللي بس بقيان عندها 1 أو 0 وولز فالعدد أوف ريمينينج وولز كمان كتير مهم وكل ما زاد العدد أوف ريمينينج وولز السيرفايفل ريت بده يزيد طبع السن فهذا شي كتير مهم وهذا الفاكتور عفكرة اللي هو النمبر أوف ريمينينج وولز بيساهم بشكل كبير لحتى مقرر إذا نحنا بدنا نعمل كسب الكفريج ولا لا وهذا الشي رح نشوفه كمان لتحت الشي الثاني اللي بدنا نحكي عنه اللي هو الريزيدوال توث فوليوم طب فيه هون سؤال بيطح نفسه نحنا كيف ممكن نقيس الريزيدوال توث فوليوم أكيد ما رح نقدر نشوفه كلينيكاليا ولا رح نقدر انه يعني نفوت يعني ونقيس كيف الريزيدوال توث فوليوم تبع السن اليوم صار في عنا أنس يعني أدوات أو طولز كتير مناح مع الديجتال كات كام سكانيج صارنا منقدر من خلال هاي التقنية انه نقيس من خلال سوفتوير معين الريزيدوال توث فوليوم تمام وبالتالي كل ما زاد الفوليوم هاد الشي منيح أكتر وبيزيد الريزيدوال ريت أو ساري بزيد السيرفايفل ريت عندي في واحدة من الدراسات اللي عملت كانت عم تقول إنه كانت عم تقلنا إنه الأسنان اللي فيها 30% أو أقل من الريمينينج أو ريمينج كورونا توث فوليوم معرضة أكتر بتلت مرات للاكستراكشن من الأسنان اللي فيها أكتر أو اللي بقيان فيها أكتر من 30% من التوث فوليوم العامل اللي بعده هو الريزيدوال روت ستركتر وهذا الشي طبعاً بيلعب دور كتير مهم خصوصاً لو كنا عم نخطط إنه نعمل أورثودونتك إكستروجين أو كراون لينثنينج هذا الشي بيحكمني كتير قدي بقيان عندي من الريوت ستركتر عامل كمان كتير مهم اللي هو توث لوكيشن أند البروكزيمال كونتاكت كل ما زاد عندي البروكزيمال كونتاكت بمعنى تاني إذا أنا في عندي سكس ومحاط من يعني ميزيلي بالفايف ودستيلي بالسفن بمعنى تاني يكون إلو تو بروكزيمال كونتاكت السيرفايفل ريت طبعاً بدي يكون أعلى من التيرمينال توث مثلاً تيرمينال سفن أو حتى تيرمينال سكس اللي مثلاً محاط بوان بروكزيمال كونتاكت أو اللي مو محاط أبداً بوان بروكزيمال كونتاكت هدول الأسنان بدي يكون السيرفايفل ريت طبعاً كتير أقل فكل ما زادوا الكنتاكت بدي يزيد معاهم السيرفايفل ريت العامل اللي بعده هو الفاليو of the tooth in the treatment plan فأنا كتير بتفرق معي إذا أنا هذا السن بدي يجهزه لحتى يكون بريج أو بدي يجهزه لحتى يكون أبوتمنت لـ RPD أو بدي يجهزه لحتى يكون كراون منفصل رح تفرق معي نظرتي واختياري للـ restorative approach الشي اللي بعده هو الـ para-functional occlusion موضع مكان السن ووجوده أو نوع الـ occlusion اللي عم يجي عليه أو عم يتطبق على هذا السن كتير بيحكمني خصوصاً إذا كان في عندي para-functional occlusion الـ para-functional occlusion بتزيد اللود على السن أكتر بـ 6 مرات من الـ occlusion العادي وبتساهم أكتر لأنه هي عبارة عن هوريزنتل فورسز فبتساهم أكتر بالـ fracture تبع السن لهيك نحن لازم لما نفحص الـ patient ننتبه إذا في عندي أي علامات مثل الـ weir أو الـ attrition أو نفحص كمان المسلز لنشوف إذا هنن ستف ولا نورمل لأنه هذا كل لياتو لما بيزيد تمام أو لما بيكون في عندي بروكسيزم أو para-functional occlusion بده يساهم إنه يصير في عندي يا أما debonding، يا أما fracture، يا أما failure للـ post إذا كنا حطيهم post الشيء اللي بعده اللي كتير مهم هو الـ periodental status السيفير periodental bone loss بيزيد اللنكث تبع الـ tooth أبوف البون وهذا الشيء بده بالتالي يزيد الـ lateral forces وبده يزيد الـ risk of tooth fracture فبمثل هاي الحالات بدنا نضطر إذا إحنا مثلا بدنا نحط post كان من ضمن خططي إنه بدي حط post بدي حاول زيد الطول تبع البوست لحتى نزيد الـ resistance للـ tooth fracture والـ strength of the tooth وكمان عامل كتير مهم بدنا نحكي عنه اللي هو الـ crown to root ratio هلا الـ crown to root ratio ايديا لي هي من 2 لـ 3 ومنيمالي هي 1 to 1 المنيمالي acceptable هي 1 to 1 ليش؟ مرة تانية هي مهمة كتير لـ resistance للـ lateral forces والـ success rate شافوه إنه هو بيزيد أكتر بالـ single يعني sorry الـ success rate بيزيد أكتر كل ما كانت عندي لـ crown to root ratio أقرب للـ ideal وفي شغل نسيت لكم إياها إنه طبعا بخصوص الـ value of tooth in the treatment plan الـ single crowns طبعا الـ success rate تبعا بدي يكون عالي أعلى من لما يكون السن ضمن bridge أو abutment أوكي؟ وبدنا أكيد ناخد بعين الاعتبار إذا السن مثلا هل هو restaurable من البداية ولا ممكن نروح لخيارات تانية مثل extraction والـ implant وبدنا نحط ببالنا كمان الـ cost والـ time طبعا المعالجة وهل هي بتتناسب مع المريض أو لا العامل الأخير اللي بدنا نحكي عنه هو timing طبعا الـ caspal coverage restoration في بعض الدراسات شافت إنه الأسنان اللي منحطوا للـ restoration يعني بعد أكتر من أربع شهور after root canal treatment كانت معرضة أكتر بثلاث مرات للـ extraction compared with الإسنان اللي يعني حطينا لهم restoration within four months فـ time تبع الـ caspal coverage جدا جدا مهم هدول العوامل كل آياتهم بدي حطهم بعين الاعتبار لما بدي أختار الـ restorative approach المناسب لحالة الكيسي اللي موجودة عندي طيب هلأ بدنا نبلش نحكي عن يعني هيك مثل general يعني guidance من كتاب Grossman تمام؟ بعدين بدنا نفصل أكتر بتو classification أخدتون من من two articles بالبداية نفس ما نحنا بنعرف إذا لما يجينا الـ endodentically treated tooth بدنا نعمل assessment يعني لعدة أمور فمن ضمن الـ assessment اللي بدنا نشوفه هو poor root filling تمام؟ إذا في عندي active inflammation إذا في عندي pressure sensitivity exodate fistula periodontal disease أو severe damage بحيث أنه نحنا ما عم نقدر السن إذا أي واحد من هدول العوامل نوجده بدنا نوقف ونشوف another options غير أنه نروح للـ restoration ممكن نعمل retreatment إذا كان في عندي poor root filling نفس ما نكون شايفين هون هون نحنا منقدر نشوف عدة حالات لـ root canal treatment ما منقدر يعني نروح لما ينوجد لما منقدر يعني نكمل ونحط restoration فأول صورة معي على إيدنا اليسار من فوق منشوف كيف أنا في عندي كمان بدنا يعني ندير بالنا وبدنا نعمل إعادة معالجة قبل ما نكتر منيحة فهون نحنا مضطرين نعمل إعادة معالجة قبل ما نروح لـ final restoration كمان الصور الي فوق بالنص منلاحظ كيف عندي missed canals و missed roots فهون again بدنا نعمل retreatment الصورة الي على اليمين من فوق منلاحظ كيف فهون كمان بدنا يعني ندير بالنا وبدنا نعمل إعادة معالجة قبل ما نكمل يعني لعند restoration اوكي لما ننزل لتحت كمان again the over extended او the over filled gata perca كمان بدنا او 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 سوري او او كانال يعني كانال يعني filling اوكي هون كمان ما منقدر نكمل تمام لازم تكون ال root canal treatment acceptable اوكي هون بهاي الحالات it's not acceptable وما منقدر انه نعتمد عليها ونكمل لل restoration هلا بحالات ال broken instrument نفس ما نكون شايفين صراحة الموضوع هون بيختلف شوي بدنا نعمل اول شيء assessment لل instrument المكسورة تمام بدنا نعرف هل هي يعني شو العوامل اللي انكسرت فيها هاي ال instrument شو الظروف اللي انكسرت فيها هل انكسرت مثلا ببداية ال clinic and shaping ولا بنهايته هل كان محطوط ال rubber dam هل ال patient ادي صار له عامل المعالجة هل في اي اعراض هل في اي symptoms تمام فممكن يعني بعد ما نبحث كل هاي العوامل نقرر اما انه نخلي ال broken instrument ونخلي المعالجة نفس ما هي تمام او أنه هون كمان عندنا الكاناليز التانية صار فيها يعني صارة under field فهون بهاي الحالة يعني بدنا نروح انه نعيد المعالجة بعدين نكمل لل restoration ولكن بخصوص اللي بشكل خاص فنحنا بدنا نبحث بالظروف اللي صارت فيها بعدين نقرر انو يا اما نخليها نفس ما هي ونكمل او نعمل اعادة معالجة ونحاول نشيل الانسترومنت او نحول له مثلا اللي عند اندودنتست لحتى هو يشوف شو ممكن نعمل قبل ما نكمل لمرحلة الريستوريشن اوكي فيا اما بنعمل اذا بدنا نوقف فالاوبشنز عندي يا اما رح تكون ري تريتمنت او رح تكون اني راقب الحالة او رح تكون اني يعني نعمل اكسترومنت تمام هلا اذا ولا واحدة من هدول موجودين وكان الاسسمنت يعني عم يعطيني انه كل شي تمام ومنقدر نكمل هون بدنا نكمل ورح نبلش هون نتفرع رح يكون في مثلي كلاسيفيكيشن للانتيجر تيث وكلاسيفيكيشن للبوستيريار تيث طيب بخصوص الانتيجر تيث اذا بدنا نبلش فيهم بدنا نعرف انه مو كل الانتيجر روت كنال تريتمنت او تريت التيث بيكونوا محتاجين لفل كوفراج كراون وبخصوص البوست بدنا نعرف انه البوست لما ايجوا درسوه شافوا انه هو يا اما يعني ما بيأثر على الفراكشر رزيستنس لهدول الاسنان لهن الاسنان الامامية او حتى انه ممكن يقللها تمام لهيك نحن ما منحط بوست الا لو قررنا نعمل فل كوفراج كراون للاسنان الامامية هلا اكتر اسنان ممكن يحتاجوا لا بوست ولا فل كوفراج كراون هنن المكزيلا ريلاترال انسايزرز اند مانديبلر انسايزرز ليش لانه حجمهم بيكون كتير صغير وغالبا لما يوصلوا لمرحلة الار سيتي بيكونوا يعني يعني يضغلوا كتير وبسبب الكاريز او الريستوراتف بروسيجرز والاكسس كافيتي و الى اخره فبيبطل الجزء البقيان من التوتستركشور يقدر يعمل لي ريتنشن للريستوريشن بهاي الحالة يس منروح منحط بوست تمام اما بخصوص المكزيلا ريسنترال انسايزرز اند كيناينز الدسجن اللي حتنحط بوست ولا لا بيعتمد على تو فاكترز الفاكتر الاول هو الاماونت اوف ريمينين كورونا التوتستركشور فمسلا هون لما نطلع مع بعض على الصورة اللي على ايدنا لشمال منشوف انه الجزء البقيان من الكراون بيقدر يعني انه يعني يعني يحتوي الريستوريشن اللي بدنا نحطه تمام ويعني يعني وديريز اسيجنيفيكنت اماونت اوف ريمينين كورونا التوتستركشور فبالتالي هون احنا مانا مضطرين انه نحط بوست اوكي او بدي وبحب نوه طبعا انه قرار انه نحط بوست ولا لا بيكون بعد ما نحنا نخلص الاكسس بريباريشن بعد ما نشيل كل الكاريز تمام وبعد يعني ما نوصل لفعليا الجزء الصافي من السن يعني البقيان عندي تمام وهون بنبلش نحط بعين الاعتبار اذا بدنا نحط بوست ولا لا اوكي واذا بدنا نعمل full coverage restoration ولا لا بينما هلا اذا بنطلع على ايدنا اليمين منلاحظ انه الجزء البقيان من السن is very minimal هذا الجزء البقيان ما رح يقدر يعني ترتين full coverage restoration او restoration اللي بدي حطه فهون نحنا مطلرين انه نحط post تمام لحتى يعطيني يعني proper retention للrestoration تبعيتي الشي التاني اكيد اللي بدي شوفه هو هذا عامل كمان كتير مهم لحتى نقرر اذا بدنا نحط post ولا لا طيب هلا اذا بدنا يعني نحتي شوي بتخصيص انه شو يعني طيب الجزء المتبقي يعني من الكورونا التوث structure كيف يعني اذا بدنا نخصص في عندي 3 situations the clinical decision is based on the extent of tooth loss structure and aesthetics اوكي فلو كان في عندي only access cavity preparation with no discoloration هون انا بيكفي اني سكر هذا ال access cavity with etched resin composite وكور build up restoration بينما لو كان في عندي loss of one or both proximal walls تمام or and or or significant discoloration وهذا ال discoloration ما قدرنا انعالجه بال internal bleaching او بال external bleaching فهون نحنا بدنا نضطر نحط full coverage crown مع etched resin composite core core build up restoration تمام اذا كان في عندي extensive loss of tooth structure هون نضطر نحط post and core وبعدين نعمل full coverage crown هذا ال diagram بيخلينا يعني كمان نفهم اكتر يعني شو كمية او على شو انا بدي اركز لما بدي اطلع على the coronal structure هلا بال anterior teeth اول شي بدنا بدي يكون في عندي 3 categories في عندي الكاتيجوري تبع minimal coronal damage المنimal coronal damage بيعني انو انا في عندي intact marginal ridge في عندي intact singulum في عندي intact incisal ridge بمعنى ثاني انا بس في عندي الاكسس كافتي هو الجزء اللي يعني اللي راح من السن وستتيكلي acceptable with no color change هون متل ما قلتلكون بس رح نعتمد انو يكون في عندي composite restoration وconservative treatment with bonded risen composite والcomplete coverage is not required هلا بحالة moderate coronal damage بمعنى انو انا خسرت واحد او 2 يعني في عندي 1 or 2 large proximal lesions في عندي مثلا 1 or 2 class 3 lesions اوكي والسن يعني حجمه ضمن ال average حجمه متوسط اوكي فهون يس ممكن مضطر نحط full coverage crown بس من دون ما نحط post هلا بحالة significant coronal damage بمعنى ثاني في عندي undermined marginal ridges في عندي loss of incisal edge في عندي coronal fracture or esthetically unacceptable وما قدرنا مرة ثانية انو نحط او نعالج هذا discoloration بالbleaching هون لا بدنا نروح انو نحط post هلا البost and core systems بين اسمه لنوعين في عندي prefabricated post وفي عندي custom made post اذا كان في عندي small circular canal تمام هون منقدر نستعمل prefabricated post with the resin composite core followed by full coverage crown بينما لو كان في عندي extremely flared canal الكنال كتير كبيرة اوكي ما منقدر نحط فيه prefabricated post تمام مثل fiber post هون لا بدنا نروح ل custom made post and core followed by full coverage crown طيب شو بخصوص posterior teeth هلا الendontically treated posterior teeth باغلب الاحيان اغلب نوع الفورسز اللي بتوصلها او بيتعرض له بتكون vertical forces عكس الانتيرير تيث الانتيرير تيث الانتيرير تيث بيتعرضوا لشير فورسز فبالتالي البوستيرير تيث بعد الروت كرال تريتمنت شود ريسيف كسبة الكفراج بس 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 لانه البوست ما رح يعطيني اي اضافة للبوستيرير تيث متل ما قلتلكم البرايمري فونكشن تبعت البوست هي انه تعطيني ريتنشن للكور تمام وبعدين للفاينل ريستوريشن اللي بدا تنبنى عليه بس نحنا بالبوستيرير تيث خصوصا لما نحكي عن المولرز نحنا عم ناخد الريتنشن فعليا من البلبيت شامبر وهون لازم نحكي عن النيار كور بالنيار كور نحنا من اعتمد على البلبيت شامبر اللي حتى ناخد منا الريتنشن للكور تمام وبعدين للفاينل ريستوريشن هلا اذا كانت يعني العمق تبع البلبيت شامبر من 4 على 6 مليمتر انا ما في داعي اني روح اخد كمان ريتنشن من الريتنشن من الريتنشن من الريتنشن اوكي بينما لو كانت يعني اربعة مليمتر او اقل الهايت تبعه اوكي الهايت تبعه هون انا لأ بروح على الريتنشن تمام بشيل شوية قطابيركا من 2 إلى 3 مليمتر من 3 مليمتر للوبتوريتد روت كنال وبعدين منبلش نعمل كوندنسيشن للكور ماتيريال ونعمل كور بلد اوب بهذا الاسبيس جوات البلبيت شامبر او جوات الكنال تمام؟ فباغلب الاحيان بالمولرز نحنا ما منضطر انه نحط بوست وانما منعتمد على الريتنشن اللي بدو يجينا من البلبيت شامبر الحالة الوحيدة اللي منحط فيها بوست بالمولرز هو لما يكون مو بقيان عندي ولا وال تمام؟ يكونوا كل الفور والز راحوا تمام؟ وخسرتن هون يس ممكن نضطر انحط بوست والبوست هون بينحط بالوايدست كنال للمولرز ممكن تكون بالبالتال كنال بالأبر مولرز او بالدستال كنال باللور مولرز طب شو بخصوص اللي بري مولرز فعليا اللي بري مولرز هنه حالة خاصة من يعني من 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 مجموعة البوستيرير اندود انتيكريتيوية التيث ليش؟ لانه هدول الاسنان بيكونوا معرضين لميكستشر of shear and compressive forces يعني بكون في عليهم ضغط كتير كبير وباغلب الأحيان هنه يعني اكتر نوع من الاسنان معرضين للكسر تمام؟ ومعرضين انه لما يوصلوا لحالة الارستي بكونوا خسرانين كتير كورونا لتوثي فبهاي الحالة نحنا نضطر نحط بوست عالبري مولرز تمام؟ كمان شغلة اذا شفنا انه مثلا البيشنط 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 تبعوته يعني يعني يصبح بوست هون يس كمان منحط بوست بالبيشنط اوكي واذا شفنا كمان انه هاي البيشنط بدنا اياها يعني اذا كان في عنا بوستيريار تيث فهون على اغلب الكسبة الكفريج از ريكوايرد اوكي هلا بالمينيما الكورونا بمعنى الثاني انا في عندي لاو رسك أو فراكتور السن ما نمتعرض لفورس كتير كبيره ما نمتعرض لسترس كبير او في عندي انتاكت باكال اندلينجوال كسبس هون نحنا بنعمل كونزيرفاتيف تريتمينت فبس مثلا ممكن نحط بوندد اونلي اوكي ومو مضطرين نستعمل بوند بوست تمام هلا بحالة المدرد كورونا الدماج واذا في يعني اذا كان هون انا في عندي اعلى الاقل كسب واحدة ساوند تمام اذا على الاقل في عندي كسب واحدة ساوند هون يوصلنا فتحت المدرد كورونا الدماج طب بها الحالة شو بنعمل بنعمل امالقام كورونا الراديكولار كور اللي هو النيار كور او ريزن كومبوزد كور ممتاز تمام مع libro إذا انا بيندي كورونا الدماج بمعنى انه لا يقام على كورونا وغير وفي عندي او بدي استعمل السن انا linkedin وب Word he لانين اسط cylinder او ريكم يستعمل السن مواسطة مستعمل كورور né and core followed by full coverage crown اما لو كانت الكنال يعني with a circular cross section هون ممكن نستعمل prefabricated post مثل fiber post with amalgam or resin composite core وبعدين نحط full coverage crowns هاد الدياقرام بلخص لي كل الحكي اللي حكينا اول شي رح نعمل assessment للسن اذا ما كان في عندي اي مشاكل كم نعني ان نكمل للrestoration منروح بناء على مكان السن بناء sorry على position تبع the occlusal forces damage the remaining coronal structure بقرر شو نوع restoration اللي بدي استعمله بقرر شو نوع core اللي بدي استعمله بقرر اذا بدي حط post او لا طيب خلونا هلا نحكي يعني هذا classification اللي حكيته قبل شوي هو متل هيك شي general بس لحتنا نفهم الايديا نفوت بتفصيل اكتر شوي ل new classification عن post and core restoration تمعا؟ بمعنى تاني امتة نحنا يعني منحط post امتة منحط fiber post امتة منحط cast post امتة منعمل extraction امتة ما منحط post طيب بدنا نبحث بكل هدول الامور طيب هذا ال classification انا اخدته من ال international endodontic journal اول شي بدنا نحكي او بدنا نذكر بمعلومة انه البوست امم اذا قدرنا ما نستعمله فالافضل انه ما نستعمله لانه هو ابدا ما بيقوي السن متل ما كان شائع من زمان البوست فقط بيعطيني التنشن للcore build up اللي بدون ينبنى يعني على السن تمام؟ فاذا نحنا كان في عنا خيار انه ما نستعمل post الافضل انه ما نستعمله تمام؟ هون في عندي 5 classes رح نبلش نحكي عنهم واحد واحد لحتى يعني نعرف كل class 1 بيتطبق باي حالة وشو لازم نعمل بكل class اول شي class zero بclass zero نحنا ما منستعمل post اوكي؟ وبس منكتفي بانه نعمل composite core build up هاد الشي امتى منعمله؟ منعمله when it's possible to take advantage من الاناتومي of pulpit chamber لحتى تعطيني retention فمثلا بال pulpit chamber ال upper 6 ال lower 6 ال pulpit chamber بتكون كتير كبيرة وقدران تعطيني retention او حتى ببعض ال anterior teeth مثلا مثل الاسنان الامامية اللي بتكون ال pulpit chamber كمان تبعيتها واسعة وكبيرة وقدران تعطيني retention هون there is no need انه نستعمل post تمام؟ تاني شي كمان بدنا نركز على occlusal relationship اوكي؟ اذا مثلا لنفترض انه السن اللي عندي كان امامي بس كان occlusal class هو مثلا class 2 div 1 هون central incisors ما رح يكونوا معرضين occlusal force كتير كبيرة اوكي؟ بالتالي انا ممكن هون اني استغني عن البوست ومتل ما قلنا انه نحنا بكل مرة منقدر نستغني فيه عن البوست لازم نستغني عنه لانه نحنا لما عم نحط البوست ما تنسو انه نحنا عم نشيل يعني root structure وهذا الشي عم بضاعف السن اكتر اوكي؟ فاذا قدرنا نستغني عن البوست بالانسيزرس وكان فيه عندي جود فرل اوكي؟ منقدر الاحسن يعني انه نستغني عنه هدا class 0 هلا بclass 1 نحنا هون منستعمل fiber post اوكي بclass 1 انا هون بقدر استعمل fiber post طيب ال fiber post رح استعمله اكتر شي بالانتيريار والبريمولر لما يكون بقيان عندي less than 50 بالمية coronal tooth structure فاذا كان في عندي more than 50 بالمية ما في داعي نستعمل اوكي؟ بينما لو كان less than 50 بالمية من ال coronal tooth structure هو البقيان او في عندي two or less walls هن بس اللي بقيانين فهدول يعني هذا ال structure ما رح يكون كافي to retain الكور اوكي؟ هون يس رح نضطر انه نستعمل شو اسمه؟ fiber post اوكي؟ هون خلينا نفصل شوي بال المولرز 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 هن النفس ما قالتلكن معرضين للا ترسي كتير كبير فانه نحط fiber post بالرود فلد المولرز بيقلل الفيلر وبيلعب يعني موضوع الموضوع مختلف المولرز ما منحط فيهم بوست إلا لما يكون في عندي توتالي ميسين كورونال توتي ستركتشور أوكي وإنسافيشان بلبيت شامبر يعني بأغلب الأحيان بالمولرز ما منحتاج لبوست إذا احتاجنا الفايبر بوست بدي يكون بالانتيريرز وبالبري مولرز تمام؟ طيب الكلاس اللي بعده هو كلاس 2 كلاس 2 الفكرة فيه انه رح نحتاج نعمل بري ريستوراتف بروسيدورز قبل ما نحط البوست بمعنى تاني انا اذا ما كان في عندي فرل اوكي وبقدر اني جيب هذا الفرل من خلال الأورثودونتك إكستروجن أو الكراون لينثنينج طيب امتى منختار أورثودونتك إكستروجن أو كراون لينثنينج؟ صراحة الحديث يطول بس واحدة من الفاكتورز اللي مني اعتمد عليهم هو البوزيشن أول شيء تبع السن فبالأسنان الخلفية ممكن نميل أكتر لحتى نعمل سيرجي كالكراون لينثنينج أما بالبري مولرز والانتيريرز ممكن نعمل أورثودونتك إكستروجن تمام؟ وطبعاً يعتمد على المريض ووقت المريض هل هو بيقدر يستنى مثلاً ثلاثة شهور مثلاً للأورثودونتك إكستروجن هل بيقدر يتحمل مثلاً الكوست لكل بروسيجر وهكذا تمام؟ وأكيد طبعاً إنه كلاستو بيتطبق لما يكون البوزيجر كانت تتحمل المريض فهون نفس ما قلت لكم بدنا نضطر نعمل شيء قبل ما نحط البوزيجر طيب كلاستي ثري بيحكيلي عن الكاست بوست بكلاستي ثري هي الحالة اللي منضطر فيها نستعمل الكاست بوست أبدأ هذا الشي بيكون؟ بيكون لما الفرل لا يمكن أن يكون الفرل يعني ما في عندي فرل وما عم بيقدر جيب هذا الفرل لا من خلال الأورثودونتك إكستروجن ولا من خلال الكراون لينثنينج بنفس الوقت المريض ما نحابب يخسر سنة وحابب يحافظ عليه هون بنقدر نستعمل الكاست بوست الشي اللي بيميز الكاست بوست عن الفايبر بوست إنه الكاست بوست بيعتمد بالريتنشن تبعه على الميكانيكا الريتنشن هو بيعتمد إنه يكون يعني بيرفكتلي فتد إن ذا كنال ومن هون بيجيب الريتنشن عكس الفايبر بوست الريتنشن تبعه بيكون بيعتمد على البوندينج أكتر تمام؟ فبهاي الحالات الكاست بوست بنقدر نستعمله غير هيك الكاست بوست يعني بيقدر يتحمل كمية سترس كتير كبيرة مقارنة بالفايبر بوست حتى هدول الأسنان اللي مو بقيان منهم انف تيشو الكاست بوست بيساعدهم إنهم يتحملوا يعني أو تساعدوا أكوة كلامة وال7 عام تريض تمام ميز يلي هون ممكن الكاست بوست يتحمل شغل التليسكوبك كراون فبهاي الحالة الكاست بوست فبهاي الحالة الكاست بوست فتاعدوا ونزراع بدل ما نروح لتريتمينت اوبيشنز كومبليكس اكتر وما تفيد المريض بشكل مليح طيب خلونا نتفرج على هادول الكيسز هون هاي الكيس طيب هون بقيم نقدر نشوف اول شي انه في عندي التوت نمبر توسكس قبل ما نشيل التمبراري ريستوريشن بعد ما شلنا التمبراري ريستوريشن وخلصنا الروت كنال تريتمينت منلاحظ انه انا لسه في عندي اكتر من خمسين بالمية من التوت ستركتشر بقياني وكمان في عندي ثري وولز بقيانين تقريبا وكمان في عندي جود بلبيت شامبر هاد كل ياتو بخليني اوصل لانه انا في عندي يعني التوت هاد قدران يعمل جود سببورت و جود ريتنشن للرستوريشن وبالتالي اختياري كان دايريكت ريستوريشن دايريكت كومبوزيت ريستوريشن مع كور يعني مع كومبوزيت كور ويداوت يوزينج البوست تمام؟ وهون اخر شي بالصورة دي منقدر نشوف الفاينل ريستوريشن للتوت نمبر توسكس فهون هاد المثال على كلاس زيرو اللي كلاس اللي ما منقطر فيه نستعمل بوست ومنكتفي بس انه نعمل كومبوزيت كور مع فاينل كومبوزيت ريستوريشن هون كمان هاد المثال تاني لكلاس زيرو بالانتيريار تيذ منلاحظ هون كمان انه انا في عندي بقيان اكتر من خمسين بالمية من الكورونا الستركتر وهون ما حنتجنا انه نحط فايبر بوست فشو عملنا؟ بس طبقنا الربردام خلصنا معالجتنا بعدين بنينا مع دايريكت ريستوريشن على التوت نمبر 1 واند الـ 2 ون ولاحظوا كمان انه انا ما صار في عندي يعني باد ديسكولاريشن فا اجين اجين هون ما اططرينا انه نعمل فول كوفيرش كمان ريستوريشن واكتفعينا بس بالدايريكت ريستوريشن this is a case by my dearest doctors and dearest friends اللي كانوا دعمين لقالي دائما دكتورة حنان الخطيب دكتور محمد الجراح هاي الكيس بتورجينا انه نحن هون كصار في عندي خلص اف مور دان خمسين بالمية من الطوث ستركتور واضطرينا انه نحط فايبر بوست فهي هون بتكون كلاس 1 تمام حطوا فايبر بوست بعدين عملوا الكور بلت اوب و اخيرا الفول كوريش ريستوريشن اللي كانت بهاي الحالة اوكي و this is the final work طيب هدا مثال تاني على كمان نفس الشي كلاس 1 هون في عندي الطوث نمبر 2-2 اجان في عندي اقل من خمسين بالمية من الريميني كورونال ستركتور طبعا هون شو طرينا نحط طرينا نحط بوست اوكي خصوصا بالاخص كان فايبر بوست وبعدين كملنا الريكونستوريشن اوكي هون في عندي كمان يعني مثال على الكلاس 2 كلاس 2 لما منضطر انه نحنا نعمل crown lengthening او endodontic extrusion قبل ما نكمل معالجتنا ليش؟ لانه اول شي في عندي الفرة الافكت مو كافي تمام و تاني شي في عندي اقل من خمسين بالمية من مو كافي تمام تمام فهون نحنا شو بهاي الكيس عملنا rapid orthodontic extrusion على الطوث نمبر 1-1 اوكي و بعد هيك لمصرفي عندي good feral effect كملنا بالفايبر بوست والكور build up والفاينال رستوريشن this is a case لقيتها لدكتور ماركو ميالينو ان شاء الله كل نطقت اسمه صاح هون هاي الكيس هي مثال على كلاس 3 كلاس 3 هون متل ما نحنا شايفين الزفاين بالفرار الافكت is compromise – تمام بس الباشنط ضل مصر انه بده يحافظ على سنة فكان الخيار هون انو عملنا اه الاسد تصنياع الكاست بوست اوكي وبعد ما عملنا الاسد تصنياع الكلاس 4 كاملنا بالكامل full coverage restoration وهذا مثل على كلاس 4 هون كان التوث يعني حالته كتير كمبروميز والسيرفايفل ريت كتير قليل فكان الخيار انه يعملوا إكستراكشن تمام ويكملوا مع الإمبلنت طيب بس آخر شي بدنا نحكي عن البريفابريكيتد بوست والوالادابتد كاست بوست البريفابريكيتد بوست بنختارهم لما بيكون البريفابريكيتد بوست يفت للكنال يعني قدران انه يفوت ومقاسه مناسب جدا لمقاس البريفابريكيتد والكنال السيركولر بينما الكاست بوست بيكون يعني الكنال بدأ اكستنسف بريباريشن لحتى نحط فيها فايبر بوست والكنال مثلا كتير كبيرة وكتير وايد ومؤدران تعطيني ريتنشن منيح للفايبر بوست فهون منروح للوالادابتد كاست بوست اند كور رستوريشن اوكي this is another case باي دكتور حنان الخطيب عن دكتور محمد الجراح هون كان في عنا central incisor اوكي اضطروا بعد الكنال انه يعملوا لها custom made زيركونيا بوست هون نقدر نشوف الصور الحالة تمام بعد هيك هون منشوف السيمنتيشن للبوست لاحظوا معي هون كيف التو تيث اوكي في عنا يعني good for the effect بس بنفس الوقت في عندي اقل من 50% من التوث بقيان تمام فهون كان الخيار انه يعملوا custom made زيركونيا بوست وهي final result لقيت هذا الارتكل كمعنو حبيت اني حطو بالpresentation بيحكي لي كيف نحنا منقلل contraction stress formation من خلال two step cementation procedure for fiber post ببساطة هون يعني يجو فحصوا طريقتين للsementation للfiber post ليشوفوا اي وحدة يعني افضل بانه تقلل internal stress على restoration وبتقلل failure rate يعني والmicro leak اللي بصير بسبب المايكرو leakage الشي اللي صار هون انه جابوا ال fiber post لفوا حوالي teflon تمام وفوتوا جواة الكنال وحطوا relyx cement وعملوا cure بالlight cure بعدين رجعوا طلعوا البوست مرة ثانية شالوا التفلون ورجعوا للزاقو كمان مرة ثانية بريلاي x فهيك صار cementation على two steps وقارنوا بالطريقة التقليدية للsementation شافوا انه هاي الطريقة بتقلل c-factor وبالتالي بتقلل micro leakage وبالتالي بتقلل failure rate تمام بريلاي ومثل منعرف انه debonding هو most common mood of failure لل fiber post فكانت هاي الطريقة لحتى انقلل من هاد الشي وحبت اني ادرجه هون هون في عندي كمان دراسة بتقارن اللي بين الانترا radicular retainers بالتيث restored with zirconia crown الشي اللي عملو هون انه جابوا 3 سنان تمام السن الاول كان بس يعني يعني restored with light cured composite resin تمام السن الثاني with fiberglass post مع light cured composite resin والسن الثالث كان cast metallic core baby silver tin alloy واخر يعني بعدين فحصوا survival rate تبعون شاف انه ما في كتير فرق بين هدول الثالث three methods اوكي فهي الفكرة مو بالمادة اللي عم نستعمله او بالتكنيك اللي عم نستعمله بشكل خاص قد ما هي انه نختار كل تكنيك للحالة المناسبة لإله وكل حالة نختار لالتكنيك ونوع البوست المناسب لإله لحتى نضمن احسن survival rate للسن this is another case بتقارن لبين fiber post والmetal post للإندودنتيكلي للرستوريشن of endodontيكلي treated teeth الفكرة اللي هون of post تمام يعني بيعتمد طبعا على الدنتست برفرنس وكمان على الاندفيد واقس الحالة وخصائص التوت وخصائص الاقلوجين احنا لازم نختار most appropriate choice من انواع posts وشو اسمه وما رح كتير يفرق يعني failure rate تمام as a post بس المهم نختار البوست المناسب للحالة المناسبة طيب هلأ بدنا نحكي عن modern guide يعني احنا خلصنا حكينا عن classification للpost قامتا نحط post وقامتا لقوا شو نوع البوست اللي بدنا نستعمله لكل case هلأ بدنا نحكي عن coverage تمام coverage لل posterior teeth اوكي بشكل خاص طيب restorative decision making protocol الخطوة الاولى انه بدنا نعمل assessment لشيئين الشي الاول هو amount of tooth structure loss فبدنا نركز على marginal ridges بدنا نركز على البكال وال palatine lingual axial وبدنا كمان نشوف ال endodontic axis cavity قدي حجمه وشو وضعه بالظبط غير هيك بدنا نطلع على modifying factors فمسلا بدنا نطلع على occlusal forces هل في عندي unfavorable occlusal forces بدنا نطلع هل في عندي lateral occlusal forces وبدنا نطلع كمان على number of proximal contacts الفكرة بالmodifying factors انه ممكن بالبداية السن مثلا ما يكون محتاج ل full cutpal coverage ولكن اذا نوجدوا واحد من هدول modifying factors بصير محتاج للك cutpal coverage اوكي فدائما بدنا نطلع على هدول modifying factors على سبيل المثال اذا في عندي مثلا upper sex upper sex هذا بس الشيء اللي انا يعني عندي مثلا facial and lingual and distal walls موجودين تمام و بس رائح عندي mesial wall يعني عندي M.O. cavity ولكن there is no يعني upper seven بجنبه تمام فأنا عندي only one proximal هون راح ينتقل السن من كونه مو محتاج cutpal coverage الى انه يحتاج cutpal coverage فهمتوا علي نفس الشيء unfavorable occlusal forces والlateral occlusal forces فايذا الخطوة الاولى هي انه نعمل assessment تمام طبعا ليش نحنا بالاخص خصصنا هدول الأمور هنا marginal ridges والaxial walls والaxial cavity نفس ما قلت لكم ببداية المحاضرة M.O.D. cavity بيقلل يعني بيقلل tooth stiffness بنسبة 63% تمام هلأ بنسبة M.O. D.O. cavities بيقلل كمان stiffness بنسبة 45% لهيك كتير مهم انه ناخد هاي الامور بعين الاعتبار هلأ بخصوص البacal والpiletal أو lingual axial walls الشيء الصراحة اللي أنا بهمني هو الثقنس تبع هذول walls لما يكون axial wall thickness أقل من 2 mm هون لاحظوا انه يقل كتير تبع الثقنس للثقنس للثقنس تمام فبمثل هاي الحالات نحنا رح نضطر انه نعمل كسبال للاسنان لحتى تبع الثقنس للثقنس اما بخصوص الاندودنتيك اكسس كافتي لاحظوا انه لما بيكون الكنزقنس يعني بيكون الكنزقنس كافتي كونزيرفاتي نحنا بس منخسر 5% من التوث كافتي هذا الشي بيلفت انتباهنا لأدي كتير مهم انه نكون كونزيرفاتيب بكل خطوة نحنا عم نعملها سواء بالكاريز ريموفل او حتى بالاكسس كافتي تمام او حتى بعملية التحضير للريستوريش لازم نكون كونزيرفاتيب قد ما نقدر ومتما قلت لكم بدنا ناخد كمان بعين الاعتبار هدول الموديفاينج فاكتورس هلا اعتمادا على هدول الشغلتين اوكي واعتمادا على هذا الاسسمنت بدنا نقسم التوث اللي عندي الى ثري كاتيجوريز اوكي الكاتيجوري الاول هي المينيمالي ديستراكتي تيث المينيمالي ديستراكتي تيث هنه نلسنان م او او دي او كافتي with thick remaining axial walls ولما نحكي thick remaining axial walls نحن هون عم نقصد انه thickness تبع هاده هدول الى axial walls هو 2 or more مليمترس اوكي بهاي الحالة بس رح نضطر انه نحط intracoronal composite resin restorations ما رح نضطر نعمل ولا اي اشي تاني هلا بال second category هي المودرتلي ديستراكتي تيث هون بده يكون نفس الشي م او او دي او كافتي بس with thin remaining axial walls بمعنى تاني thickness تبع ال remaining axial walls بده يكون اقل من 2 مليمتر او يكون في عندي م او دي كافتي تمام هون بدنا يعني لقى نبلش نروح لخيار معقد اكتر واللي هو ال adhesive overlays الخيار او الكاتيجوري الثالث هو severely destructed teeth هون الاسنان بده تكون يعني tooth structure loss بده يكون beyond M.O.D. cavity بهاي الحالة بدنا نبلش نحط نفكر اذا بدنا نحط fiber post او core او crown combination او بدنا نستعمل endocrowns او حتى نيار core اوكي هون بدنا نروح يعني ابعد وابعد كمان بتفكيرنا هذا الجدوى اللي بلخص لي summary للconventional او modern restorative methods اوكي في عندي conventional methods او mechanically retained مثل amalgam restoration بيقابلة composite restoration بالmodern method تمام في عندي full او partial coverage crowns بيقابلة adhesive on lays and overlays компosition وهدو اللي منستعمله لو المنستعمله للمنملي من المنملي المنملي المثل post and core crowns او يقابله بالmodern الناير كوري كراون أو الناير كوري كراون والإندو كراون هؤلاء مستعملون للسيفيرلي ديستركتد تيث طيب أمتى بنختار هاد؟ أمتى بنختار أي الكمبنشنال أو المودرن مثل هاد الشي فعليا بيعتمد أكتر شي على يعني البيشنط على أول شيء الكوست تمام على التيام وعلى يعني الجهوزية المريض هل هو إدران يعني يتحمل يتحمل مثلا الكوست تبع الادهيسيف وووورليز إذا لا ممكن نروح للفل أو البرشي لكوريج كراون هل هو مثلا قدرانين نحن مثلا نحط مثلا مستعمل أمالجام رستوريشن هدا بيعتمد كمان على تفضيلات المريض فهي مانلي يعني بتكون عن البيشنط تمام بس كل هدول الميثودس يعني يعني فعالين وممكن نستعملون بس المهم نختار كل نوع رستوريشن على الحالة اللي بتناسبه طيب هلا بخلينا ناخد أمثلة مثلا هون انا في عندي منلاحظ انه انا في عندي دي او كافيتي اوكي بعد الكلينيكا الاسيسمنت شافوا انه الاكزيال والثيكنيس اكتر من 2 مليميتر تمام فراحوا صنفوه على انه هو منمالي دي او كافيتي انترا كورونال كومبوزت ريزن ريستوريشن وبس تمام طيب اذا كان في عندي موديفاينج فاكتورز يعني لا نفترض انه البيشنط عنده بروكسيزم هون لا هون بدنا نروح للكاسبال كفاريش اوكي بس آس ونآس انه ما في عندي موديفاينج فاكتورز رح تضل على الابسط يعني ابسط مانجمنت اللي هو الانترا كورونال كومبوزت ريزن ريستوريشن هون هذا مثال على الكاتيجوري الثانية منلاحظ هون انه يعني الدستركشن يعني كبير كتير اوكي وكانوا مندرجين تحت المودراتلي دستركتل تيث هون نحنا بنحتاج انه نعمل كسبال كفاريش اوكي فالكسبال كفاريش ممكن يكون ميكانيكلي ريتيند انداريكت تستوريشن تمام مثل البارشال كفاريش او الفول كفاريش كراونز او ممكن من خلال الانلي الانليز والاورليز هون مثلا بهاي الكيس اللي تحت في عندي دو مانديبلر مولرز عملون يعني 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 الستوريشن كانت with indirect adhesive ceramic overlays الكاتيجوري الثالث هو severely destructed teeth هون بهاي الكاتيجوري زيادة على يعني النسيسيتي 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 الف الكاسفة الكفارييش كمان احنا محتاجين some sort of ريتينشن لتاعدة التشاير فممكن نستعمل نياركور او ممكن نحط إندوكراون هاي هون مسال على هون منلاحظ هون انه الكافيتي هو وهو بيوند ال M.O.D. كافيتي تمام فشو جي نعملنا اول شي عملنا سيل للبلب فلور بعدين شو اسمه قرروا يعملوا اندو كراونز اوكي فهادا هون بيصنف تحت السيفيرلي ديستركت التوث وهيك بيكون المانجمنت ليله طيب بدنا نحكي بس هيك بسرعة عن الاندو كراونز الاندو كراونز هنن type of restoration for endodentically treated teeth consists of a core and crown as a single unit تمام و extends into the pulpit chamber تمام هون الريتنشن نحنا مينلي مناخده من الادهيسف resin cement هاد الشي شو يعني؟ يعني انه نحنا مو محتاجين لفيرال افكت اوكي فببعض الاسنان لما انا ما اكون قدرانة ااخد يعني good feral انا هون ممكن نروح للاندو كراونز as a very nice treatment option هو كمان conservative ما في داعي انه نحط فيه post نفس ما لنا ما منحتاج للفيرال واذا بنا نحكي عن الاندو كراونز بالبري مولرز او المولرز في الاندو كراونز اكتر شي بينجح بالمولرز بسبب انه البري مولرز بتكون الارتفاع اللي كراونز كتير كبير فيه فبصير في عندي stress كبير على الاندو كراونز وما بينجح تمام فبالبري مولرز منفضل نحط posts اوكي بينما بالمولرز منفضل نحط اندو كراونز تمام الكلينيكال ترايالز ربورتد اساكسس ريت فارينج فرم اربعة وتسعين لمية بالمية للاندو كراونز فاندو كراونز ويعتبر يعني من احسن لتريتمينت اوبشنز لكتير من الحالات هدا هون ملخص للمودرن قايد اندى مانجمنت اندو دنتيكلي تريتد بوستيرير تيث اعتمادا على نوع ديستركشن سواء اذا كان مينمالي ديستركتي تيته فهون بس رح نعتمد على التركورونالكمبوسطرايسن اذا كان مودراتي بمعنى ثانى هو يعني م او ديكا بتي او دي او 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 م او بس الثيكنس باع الولز اقل من 2 مليمتر هون رح نعمل او 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 اواق والسيفيري ديستركتي تيته رح نعتمد فيهون على وما بدنا ننسى الموديفاينج فاكتورز اللي ممكن يرفعوا لي الكاتيجوري وبالتالي يعدلوا لي على التريتمينت بلان هذا الجدول يعني بيرجع بعيد الحكي اللي حكينا رح احكيه سريعا اول شي بحالة البريمولرز والانسايزرز لما يكون التريتمينت اوبشن تبعي اني بس بدي اعمل بدي اعمل glaes fiber post هون بدي انتبه انو انا او بسسوري بحالة البريمولرز او الانسايزرز لما يكون في عندي بس قامة اكسيس كافيته انا فقط اخسرت الاكسيس كافيته فهون there is no need انه نحط glaes fiber post وبس راح نكتفي انو نعمل composite filling هلا اذا يعني اطور الموضوع اكتر وصار في عندي one ridge lost فهون لسه ما في داعي ان نحط glass fiber post ورح اكتفي كمان بcomposite filling هلا اذا انا خسرت both ridges تمام الميزيل والديستل اوكي فهون يس مضطرين نحط post وكمان بدنا يعني يعني نعتمد يكون في عندي فرل اوكي وبدنا نعمل crown للانتيرير teeth وبدنا نعمل cusp coverage للpre molars تمام هلا اذا انا في عندي only one wall remaining فهون بدي استعمل fiber post وبخصوص incisors مضطرة يكون في عندي feral and crown اوكي وبخصوص pre molars بدي مضطرة اني اعمل cusp coverage اوكي اذا ما ضعي لعندي ولا walls remaining اوكي بالاسنان الامامية بدنا نحط fiber post وبدنا feral وcrown وبالاسنان pre molars كمان بدنا نحط post وكمان بدنا feral وكمان بدنا crown تمام هلا بخصوص المولرز اذا كان في عندي بس اكسس cavity فانا مو مضطرة اني حط glass fiber post اوكي وبس رح اكتفي بال composite filling اذا كان في عندي one ridge lost فانا في عندي m o or d o cavity فا اجين ما في داعي انه نحط glass fiber post ورح نكتفي بس بال composite filling اذا كان في عندي بس كمان بدنا كمان بدنا نحط او one wall remaining فهون كمان ما رح نحط post و بس رح نكتفي بالcusp coverage اكتر من هيك اذا ما بقي عندي ولا wall فرح نحط fiber post وكمان بدي يكون في عندي feral وcrown او ممكن نحط endocrown تمام؟ واكيد بدي انتبه على risk factors مثل para functional habits dietary habits periodontal status tooth location و number of adjacent teeth واي شي تاني بخص patient اوكي هدول هنن ال references تبعوت هاي المحاضرة وهيك منكون خلصنا بتمنى تكون هاي المحاضرة مفيدة لالكن مرة تانية شكرين كتير لطبي الاسنان مباشر وشكرا كتير كتير لدكتور مازندوماني على هذا الجهد الرائع و ان شاء الله بنرجع ونشوفكن مرة تانية بفصول قادمة من طبي الاسنان مباشر يعطيكن العافية ويومكن سعيد